موسيقى موسيقى يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 زي ما هوضح حياتكم مبارح كلامنا النهاردة كله في الحلقة كلها عن الموديل فن القادم لمنتخب مصر من الأسماء المرشحة إيه هي المعايير اللي هنختار بيها الموديل فن القادم لمنتخب مصر لو حطينا المدربين المصريين المرشحين على جنب ونتكلم أكتر عن المدربين الأجنب على جنب دي اللي هو إحنا عشان عارفين يمكن المدربين المصريين الدائرة بتدورها على مين؟ بتدورها على الكابتن حسن شحاتة الكابتن حسام حسن الكابتن أب جلال دخل شوية الكابتن علي ماهل ودخل شوية الكابتن أحمد سامي دي الأسماء اللي تدار فيها الأمور بالنسبة للترشحات على الأسماء المحلية لكن الأسماء الأجنبية في أسماء كثيرة طبعا متاحة أسماء كثيرة أنت بتبص على معايير كثيرة منها السن العمر عايزه كبير ولا شاب كبير عشان خبراته الكبيرة والكثيرة ولا شاب له طموحات عديدة ولسه عنده طموحات عايز يحققها مثلا عايز مدير فني اشتغل معاك قبل كده ولا مدير فني ما اشتغلش معاك قبل كده عايز مدير فني أصلا اشتغل منتخبات قبل كده ولا ما اشتغلش منتخبات عايز مدير فني يشتغل في القارة الأفريقية ولا ما اشتغلش في القارة الأفريقية كلها معاييرها يحطها اتحاد الكرة لكم بعض الأسماء الأجنبية المتاحة منها من تم ترشيحه على طاولة اتحاد الكرة ومنها أسماء متاحة جمناها لحضراتكم هنقول لحضراتكم أنها متاحة بس متاحة في السوق زي ما بيقولوا ممكن اتحاد الكرة يفاوضها في الأيام اللي جاية وهبدأ من عند هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني هتكلم عنه تفصيلا وهتكلم عنه عن مشواره التدريبي هكتور كوبر أرجنتيني عنده 66 سنة الفرق اللي تولى تدريبها منتخب مصر منتخب الكونغو منتخب أسباكستان طبعا أنديد فالينسيا وإنتر ميلا وريال مايوركا وريال بتيس آخر فريق بيدربه هو منتخب الكونغو ومازال في منصبه في تدريب المنتخب الكونغولي راتبه هو 1.5 مليون يورو في السنة أيضا من الأسماء المتاحة أو الممكن يتم التفاوض معها توني كونسيساو برتغالي عنده 60 سنة تولى تدريب منتخب الكاميرون والفايصال السعودي وفيتوريا ستوبال البرتغالي وبلينسيس البرتغالي وكلوج الروماني وآخر فريق ضربه منتخب الكاميرون ورياتبه السنوي 750 ألف دولار أيضا جرنوت روهر المدير الفني الألماني عنده 68 سنة خبراته كبيرة جدا ضرب المنتخب البركيني ومنتخب الجابون ومنتخب ناجيريا ومنتخب النيجر وضرب فرق النجم السحلي التونسي وساليسبورج النمساوي ونانت الفرنسي وآخر فريق ضربه هو المنتخب الناجيري لاتبه السنوي 600 ألف دولار خبرات كبيرة جدا في القرى الأفريق أيضا منوفان ريفيتش السربي عنده 68 سنة تولى تدريب المنتخب الغاني والمنتخب القطري والمنتخب الجزائري والمنتخب تايلاند والأهل السعودي وآخر فريق كان بيدربه منتخب غانا لاتبه السنوي 360 ألف دولار رقم قليل طيب المدارب ده جامد جدا ليونارد جارديم من المداربين اللي أحب أشوفه مع منتخب مصر لو اتحاد الكرة نوى التفاوض معه هو مدير فني برتغالي عنده 47 سنة تولى فرق الهلال السعودي وموناكو الفرنسي لاجبونا الأسباني براجا البرتغالي أوليمباكوس اليوناني وآخر فريق ضربه هو الهلال السعودي راتبه هو 7 مليون يورو في السنة رقم ضخم جدا بالمناسبة أنا فكرة السن الصغير دي ميال ليها سواء ليه هو أو حتى المدارب اللي أنا بقرأ الاسم دوت نونو سانتو هتون أبصوا تتكلم فيه مدارب عنده 47 سنة 47 سنة خد بالك يفرق معايا المدارب اللي عنده طموح على فكرة أنا برضو ما عنديش مانع المدارب الكبير في السنة والدليل أنا كنت مؤيد جدا كالوس كروشي كمل مع منتخب مصر بس المدارب الصغير ده ممكن يديني 7 سنين 8 سنين 10 سنين يبقى مدارب أعيش معاه فترة طويلة بتموحات كثيرة جدا وتطور كثير جدا وهو كمان يبقى عنده أهداف عايز يحققها لسه محققهاش في مداربين كبار يبقوا حققوا كل أهدافهم يمكن في الحياة بس هم عايزين يستمروا في العمل لكن المدارب الصغير في السن يديك أهداف مختلفة ودي مش قاعدة ولا الاستثناء بتاعها إنه مدارب كبير يقدر يعمل كده احنا منتكلم فيه أراء ومعايزة ما قلت لكم ممكن يحطها تحت الكور طيب نوح الاسم اللي بعده طبعا ده اسم متاح بس ما عرفش إمكانية إنه يدرب فيه القرى الأفريقية إيه بس ياريت يدرب ياريت نونوسانتو واحد من أهم المداربين اللي كانوا موجودين في الدوري الإنجليزي كان لسه بيدرب توتنهام وفرا هامتون وفالينسيا الأسباني وريو إيفي البرتغالي آخر فريق ضربه توتنهام راتبوا 7 ملايين جنيه ستليني في السنة طبعا الأرقام دي كبيرة علينا بس نحاول خوانا أنتونيو بيدزي أسباني أرجنتيني 53 سنة ضرب منتخبات السعودية وتشيلي وضرب فرق راسينج كلوب الأرجنتيني وفالينسيا الأسباني وسان لورنزو وروزايو آخر فريق ضربه راسينج كلوب راتبوا 1.5 مليون دولار في السنة مضرب كبير ورعيب وعظيم أيضا خور خيخيسوس ده يريد ده كمان برتغال أحب البرتغاليين بشكل كبير جدا معانا كمصريين بينجح 67 سنة تولى فرق الهلال السعودي وبنفيكا البرتغالي سبورتك نيشبونة البرتغالي سبورتك براغا البرتغالي فلمينجو البرازيلي آخر فريق دربه كان بنفيكا راتبه السنوي 3 مليون يورو لودي جارسيا المدير الفني الفرنسي 58 سنة ضرب فرق اليو الفرنسي سانتيان فرنسي مارسيال الفرنسي روما الإيطالي وآخر فريق دربه اليو راتبه 3 مليون دولار في السنة باولو فونسيكا البرتغالي الموزنبيكي 49 سنة تولى فرق بورتو البرتغالي براجا البرتغالي شختار الأوكراني روما الإيطالي وآخر فريق دربه هو إس روما راتب 5 مليون يورو في السنة أندريا شيفتشينكو نجم ميلا أسطورة ميلا واحد من أهم اللاعبين على مره التاريخ مدرب كبير أيضا أوكراني طبعا 45 سنة ضرب فرق جنو الإيطالي ومنتخب أوكرانيا راتبه 2 مليون يورو في السنة روح تصور معنا لو ييتش فتشينكو ياريت باتريس بوميل المدير الفني الفرنسي الرائع جدا 47 سنة بيدرب منتخبات كوديفور ومنتخب زنبيا ومنتخب المغرب تحت 3-20 سنة آخر منتخب كان كوديفور راتبه السنوي 700 ألف يورو وحيد حليوزيتش المدير الفني البوسني 69 سنة ضرب منتخبات المغرب ومنتخب الجزائر ومنتخب كوديفور ومنتخب اليابان باريس سان جرمان للتحاد السعودي آخر فريق منتخب المغرب ومازال على رأس الجهاز الفني لمنتخب المغربي راتبه مليون ومئة ألف يورو في السنة وده آخر مدرب طيب نتكلم أكتر عن المدربين وعن المعايير المفروض الاتحاد الكرة يختار بها المدير الفني القادم لمنتخب مصر مع الأصدقاء العزيزة المحللين الرائعين إسلام سامي ومحمود دياء بعد يازل فاصل أهلا بحراركم مرة أخرى للحديث أكثر عن المرشحين أو المعايير اللي مفروض نختار بها المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطري بعد رحيل كارلوس كيروش رسميا عن تدريب المنتخب هيكون معايا في هذه الفقرة اتنين عزاز جدا كالعادة مميزين رائعين في كل قراءهم إسلام سامي ومحمود دياء إسلام مشرف ومنور زكا كريم أخبرك إيه كل أمورك كويسة الحمد لله محمود دائما مبسوط وانت مع إيه ربنا خليك كريم أخبرك إيه كله كويس زي الفر حبيبي إسلام لو قلت لك اللي قاعد على وحنقولها مع بعض كده عاديين دلوقتي عا طرابز اتحاد الكورة وطرابت منك اديني معايير أختار بيها المدير الفني عشان بعكية نحط عليه اسم بدلا ما نختاري الاسم ونشوف فيه ينفع ولا لأ لأ حط لي المعايير عشان نختار حتى وإحنا عاديين أو نفكر مع اتحاد الكورة إيه الأسماء المتاحة أو المفروض تتحطى عن معايير دي بصك كريم يعني أعتقد أول معايير بالنسبة لي أنا عايز إيه من المدرب ده واروح بيه لفين أيوة يعني أنا عايز المدرب ده يقضني أولا لكاسة الأمام الأفريقية لعشرين تاريتة وعشرين ونفس عليها عشان أستعيد اللقب صح وعايز المدرب ده يقضني بعد كده لتصفيات كاسة الأمام عشان أوصل لعشرين ستة وعشرين فبالتالي أنا عايز مدرب يعمل لي بروجيكت ومشروع زي ما بيتقال لمدة أربعة سنين أربعة سنين دول هايبقى فيهم إحلال وتجديد لأن فيه لعيبة من اللي موجودة حاليا هيبقى سنينها تقدم شوية عندي لعيبة تم اكتشافها في عهد كارلس كروش عايزة طورها وابنيها وكون منتخب ليه هوية في الملعب ليه هوية؟ يعني هروح أجيب أنا والله عايزة جماعة أروح ألعب كرة هجومية فهروح أجيب مدرب عنده قدرة على اللعب الهجومي واللعب على الاستحواز والسيطرة والضغط العكسي واشوف المدرب ده عمل ده قبل كده فين أنا نجحت في سين وصاد وعين فهيقدر أجيب المدرب ده يبقى مرشح بالنسبة لي لو أنا النهاردة شايف أن أنا حلعب كرة فيها تحفظ حلعب تحت الكرة زي أيام هكتور كوفر حلعب زي كارلوس كروش وبعض من الأحيان حميل شوية للتأمين الدفاعي اللي بروح أجيب مدرسة بالطريقة دي ما تجيبش مدرب أنت مش عايز تمشي على طريقته تجيب مدرب كمان عارف اسلوبك وعارف أن جدول الدوري بتاعك عمل إزاي وعارف علعي بتاعك عندك عاملة إزاي عدد المحترفين بتوعك قدام عدد اللعبة المحلية عارف كل ده عشان بعد كده ما تجيش تقوله والله الراجل متحفز على بعض حاجات لأ لازم من الأول بقى المراتي أبعارف أنا راح فين صح ما راحش أجيب لعيب مدرب ضد الكل اللي أنا عايزه صح برشلونة مراحة جابت شايفي قال لك أنا عايز أرجع للكرة بتاعة برشلونة طريقة اللعبة بتاع برشلونة لو برشلونة قاس تشايفي مع السد كان بيعمل إيه فمش أجيب تشايفي بعنده مشكلة هو شايف أن تشايفي عنده عناصر معينة هتفرق مع الفريق حاجات معينة هتفرق مع الفريق فاختار بمعينة معينة فجاب تشايفي وأعاده مدير فني الكرسي الأول لبرشلونة الأزمين رغم أنه كان بيدرب فريق بعيد تماما عن أوروبا وأكيد ما عملش اللي عامله مع برشلونة في الفترة قصيرة هو اللي كان بيعمله مع السد خلينا أخبر إزاي أخبر من لها الكلام إسلام أخبر من لها الكلام إسلام هو أنا وقف فين برشلونة لما جاب تشايفي هو كان فريق مهلهة لتمنى ما عندهش أي حاجة اللعبة الكبيرة عنده عندها مشاكل ميس يخرج فأنا في مشكلة كبيرة صح جبت تشايفي وتشايفي كان عارف من أول يوم لي في المؤتمر البتاع تقديم وأن في مشاكل محتاج يحلها صح وخرج بعد كام مات شؤية أن في لعبة ما تعرفش عن إيه هوية برشلونة مظبوط وأن إحنا هنحتاج وقت مظبوط في يناير جاب صفقات على قد هدفه مظبوط أنه يكمل في دور الأبطال وأنه ياخد مركز مؤهل للسنة اللي جاي ويكسب الدور الأوروبي وده اللي هو ماشي فيه حتى لو هي مش مناسبة لبرشلونة عموما صح بعنقل ده على منتخب مصر أيوة اللعبة اللي موجودة في منتخب مصر أولا إحنا عندنا مشاكل كتيرة جدا فأكتر من مركز بوضوح في مركز مش موجود فيها لعيبة تقدر تبقى موجودة في منتخب مصر صح فدي حاجة أنت محتاج تشتغل عليه دي مش هنبقى مدرب لوحده أنت بتجيب مدرب ومعه مجموعة تقدر تشتغل عايز تعمل برنامج أصلا لتطوير قطاع النشئين في مصر بشكل عام عشان تطلع لعيبة تانية المسابقة بتاعتك الدوري ده يبقى إزاي فيه التزام في المواعيد وإزاي يبقى فيه انتزام في المسابقة إزاي الدوري ده أصلا يبقى من 18 فريق وانا نقلل الفرع عشان منافسة أكبر إزاي الدوري دوت يبقى فيه تنافس على الصدارة مش كله سرع على الهبوط دي مشكلة كبير قوي الاحتكاك لعيبة مصر بتحتكب مين أيوة يعني اللعيبة العظيمة اللي هي بطلع في الأهلي وفي الزمالك بيحتكب مين أيوة بيحتكوا بفرق الدوري المصري اللي هي دايماً بتدافع تحت الكرة ومستنيين هما يطلعوا بمقطة واللي أهلي بيضع يهاجمه ومو الزمالك بيهاجمه لما بدروح أفريقيا الأهلي يزامج لعبه قدام مين صح فرق القارة الأفريقية عموماً كلها قليلة صح بستثناء صندوينز اللي هو لما بيلاعب الأهلي أو الزمالك بندفع تحت الكرة وبنلعب على الهجمة المرتدة وبنعرف توصل الهدف كنت بقول يعني بس ما ديتش المسأل ده بس هقوله لك دلوقتي هو إيه الفرق من مسلاً الوينش وكاليدو كليبالي إيه الفرق بينهم هما الاتنين هل كاليدو كليبالي اتولد مدافع عظيم وكبير واحد من أفضل مدافعين في العالم والوينش مسلاً هو مدافع محادي الكسة مش كده الكسة الوينش بيخش تنافسات أو منافسات مع مين بالزرط وكاليدو كليبالي بيخش منافسات مع مين سنوك يبقى الكواريت بتاعنا أحلى بكتير في طريقة السنغالية فين في دورقة أفضل مفيش؟ ولا حاجة مفيش؟ ناجيري ولا حاجة القطنهم مازين بنفسهم موجودين بيلعبوه في الكونفيدرلية مفيش حد فيهم في تنافس عالي أصلاً والناس دي كلها برّ برّكار صرفين مش معنا أصلاً صح فأنت ما مفعش تقيس عمر السلية وحمد فاتحي والوينش وفتوح والناس دي كلها على حسب اللي هما بيلعبوه في نطاق دورة الطالق أفريقي عشان لما بيروحوا يصطدموا بالسنغال وناجيريا والمغرب إحنا بماندهش اللي هو إيه دا؟ إيه المستوى دا؟ أيهما هو عشان نتحكي تاكم أنا بستلم الكورة أنتو ضغطوا ليه؟ استنى شوية ارفع مستوى العيب هنا في مصر اللعيب بياخد الكورة يضغط عليه بعد 4 دقائق هناك التهيادوبك تلمس الكورة هتتخذ منك بعد 4 ثواني عشان هم متعود على كده؟ ارفع مستوى العيبتك وارفع الحتهاك اللي هم تتحكي بيهم من هو صغير صح انجلترا وألمانيا وبلجيكا ومليون دولة في العالم حتى منهم دول أفريقية وعربية بدأوا يبدأوا البرنامج بتاع تطويرهم دا من بدري بص على الدول اللي بتعاني حولك في أفريقيا هتلاقي بتعمل شبهك تونس اللي هي آه من وصول الكاس العالم ولكن منتخب التونسي في الفترة الأخيرة بيعاني صح قدر عشر مدربين في أخر عشر سنين منتخب الكاميرون ماشى توني كونسيساو آه صعد في النهاية كاس العالم ولكنه برضو عنده نفس المشكلة ماشى مدربين كتير في أخر فترة منتخب غانة منتخب غانة نفس الكلام منتخب غانة بيمشوا بشكل كبير جدا فدي أكبر مشكلة سيب مدرب وديه وقته وابدأ اشتغل على المضوع من تحت البنية التحتية الملاعب بشكله عمل ازاي الدوري عمل ازاي الناشئين الناشئين اسماعيلي فين؟ اللي هو كان دايما بيطلعه مقاولين مقاولين اللي طلع محمد صلاح ومحمد النيني مش موجود دلوقتي مبي شغال بشكل فردي على شكل أقل والأهلي لأنه بدأ يجيب مدرب من بره مع مجموعة من بره تشتغل ووادي العادة تاخد تجارب حتى لو في دوري أولايز دوري تشيكي عشان مش لازم القطع الناشئين ده تقدي للمدربين اللي هما لسه معتزلة اللعيبة ليسه معتزلة فاغوله خد تكريم ليك خد فريب من قطاع الناشئين مقاولي احترام اللعيب السابق لكن ده مصيبة ده كارثة يعني ده كارثة أنا ايه خبرة اللعيب في بره في أوروبا وهو في النهاي مسيرته ببقى اخدوا الرخص بتاعت التدريب أوااين روني وفرانك لامبرد وغيرهم كتير تبقى اخدوا رخص التدريب دي من هما بيلعبوا عشان لما يعتزل يبقى عنده بداية لمشروعه بعد كده مزموطة. طيب. لو انا بترك اسلام الاسماء في السوق الماركت زي اللعيبة كده. انت لو مثلا بتكون عايز في فريق تجيب لعيب مهاجم فبتشوف مين المهاجمين المتاحينة تده تخش تتفاوض عليهم وتشتريهم. من المدربين اللي انت شايف مناسب لمنتخم مصري دلوقتي. طيب قبل ما اقول لك اسم او اسمين من اللي انا وجهت نظر فيهم. عايزين نكمل الحتة بس. ان انت تربط بما ان انت عندك وقت لغاية عشرين تلاتة اللي جاي هتقول له انت عالفين ستة وعشرين. بالزبط. انجليش تقول لي بقى ايه? اصدنت لو ما كسبتش كاسلون افريقية هتنشي ومشي. كاسلون افريقية بعد السنة. ده تعمله لما يكون عندك جيل جاهز. اه. ما عندهش جيل جاهز. عشان تقول له لازم تكسب افريقية. زي ما حصل مع اجاري في مصر. هتكسب كاسلون افريقية. الاول هتبني جيل. لأ هتقعد اما ما اخدناها في مصر قال لك لا هتكسب كاسلون افريقية. لازم يبقى عندك بلان واضحة لعشرين ستة وعشرين. زي ما منتخب انجلترا بيلعبه وبيعمل. انجلترا جددت لساوس جيت بعد ما خسرت اليورو. لغاية عشرين ستة وعشرين. جددت له عقده تاني. الفكرة كلها كريم انا هجيب كوتش. يمسك الكلام ده كله. طيب. وعايز اكمل على المنتخب الوليمبي. وكمل على المنتخب اللي تحتين. لازم يكون عندي هوية وستركتشور كاملة. من اول فوق لغاية تحت. صح. مين اللي هيمسك المنتخب الوليمبي. يبقى الراجل ده ممكن هو اللي يختاره. او ترشح له ناس من المصريين. يتعلموا منه ويكمله. عشان يبقى المنتخب الاول بيلعب اربعة ثلاثة. مايبقاش الوليمبي بيلعب ثلاثة اربعة ثلاثة. مايبقاش منتخب النشئين بيلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد. ماانا كل ما تساقط حلية طريقة اللعبة مختلفة. بالمناسبة انا ممكن اقول لك خبر في النص كده ما اقولتوش النهاردة. بس خبر في النص بمناسبة المنتخب الوليمبي. الاسم الابرز او المرشح الابرز للمنتخب الوليمبي في الفترة القادمة هو محمد شاوي. محمد شاوي. محمد شاوي. اوك. وانا شايف انه ده يبقى كرار رائي يعني. يبقى كرار سليم جدا. صغير. عنده خبرات كويسة جدا. تعلم كتير جدا. فممكن يبقى اكتراح كويس جدا. اولا انه عن 43 سنة. انت النهاردة بتروح تجيب ساعات مدرب كلهم. بالنسبة لي انا مدربين كبار جدا. كوبر وكيروش مدربين كبار في السن. لكن انت النهاردة ما تشوف اجيري تعالى مدرب صغير في السن. وعنده يعني خبرات كبيرة جدا. الرجل ده كان مرافق لهيرفي رينار من يوم ما اشتغل. هو رجل ده غالبا نزام لهيرفي رينار وكان مساعد لي في كل تجارب هيرفي رينار. ولو كلاس اي دوريات اوروبا كلها. فبالتالي مدرب صغير في السن. عنده طموح. تقدر تبني معاه القدام. يقدر هو كمان يطور اللعيبة. دي نقطة مهمة ان انا يبقى عندي مدرب اللي حاجيبه ده. مش عايز اللعيب جاهز. انا عندي لعيب جاهز هشتغل. لا. انا عايز كمان اطور اللعيبة دي. لان انا عندي عبد المنعم وامام عشور وفتوح وزيزو احمد عبدالقادر. اسماء زي دي مسلا انت محتاج تهو تطورها. جوا النادي ومع المنتخب. فانا شايف بادريس بوميل ده واحد من الاسماء البالنسبالي المرشحة. بالكياس بتاعنا احنا. هو راجل ماكسبش كاسر لهم. افريقيا ماكسبش كاسر لهم. فيقولك لأ ما هو الراجل ده مش ناجح. انا جيب جورديولة طيب. انا فاهم انتوا بشكل علمي حقيقي وصحيح. ان انت المدرب ما تقسوش ابدا على حجم البطولات اللي خده. انت شوف هل هو عنده فيجين وعنده مشروع ولا لا. ده اهم حاجة. يعني كلامك منطقي. لكن انت في الاخر انت عشان تجيب ده. هتروح لمدربين فرق قريدي شغالين ومنتخبات كبيرة. يعني كلوب ما اخدش شامبينز ديجل قبل ما يروح ليفر بول. كابتن الجهر اللي ارحمه ما كانش اخد ما كانش وص هو الوحيد اللي اول واحد وصلني لكاس العالم واخد كاس او افريقيا. فبالتالي انت بتشوف المدرب النتيجة في الاخر. انت عايز واحد زي ما افكروش. قلت الرجل ده وصل اربع منتخبات قبل كده لكاس العالم فانا عايزه يوصلني كاس العالم. ممكن قريب جدا. فانت بتشوف انا قدرت اعمل الدور ده قبل كده. اقدر اعمله. عندي التولز ولا لا. او تبدأ اشتغل. طيب. محمود انت برضو شايف مني من الاسماء المتاحة. ممكن يبقى مناسب لمنتخبات. احنا منساعد. بنساعد بعضه كلنا احنا واتحاد الكهرة في النهاية. قرار بداية ونهاية عن اتحاد الكهرة. بس ادينا بنفكر مع بعض. انا اشعب بقى منك خيار كويس جدا. ممكن معا كمان معا. فيش كلام شوية عن ان في مشاكل ما بينه وحيد خليلوزيتش. ومنتخب المغرب. لو ده حقيقي وخليلوزيتش فعلا هيمشي يبقى كاس العالم. فده خيار ممتاز جدا. مدرب عن شخصية قوية. ولكنه برضو خلناها فينه مدرب صدامي. هنخشك مشكل كتير. مدرب صدامي. انت عارف كارلوس كروش اصلا اكبر ازمة عند الجماهير عنده ايه? بالنسبة لي يعني او التفسيري للازمة اللي بين الجماهير وكارلوس كروش مش انه هو مكسبش كاس العالم. انه هو كان دايما يصطدم بلاعبين كبار في النادي الاهل او ما بياخدهمش. يعني ما يخدش مجد عارفش على محمد شريف فيخسر جمهوري الاهلي. ما يخدش طريق حمد فيخسر الجمهوري الزمالك. هي دي الازمة. انت بتتكلم في مدرب. ممكن حكيم زي ايش اصلا. اه يعني انا بكلم انت اتفاهم الليفل المدرب ده ممكن ويقدر ينجح. طبعا مدرب كبير. بس احنا نتحمل ولا لا. هي دي النقطة. هي انت تبقى جايب المدرب وعارف انت طالب منه ايه. يعني انا عايز منه ايه. انا هسيبه يعمل لو عايزه. فهديله كل الصلاحات لو عايزها. انت عايز زي مثلا ما كيروش اول ما جاء اعترض على ملعب برج العرب مصر. قال ده ما يصلحش للعب. عايزين نعمل المعسكرات فوقت الفلاني. مطشرة الدول لا يلعب لحد الاسبوع الفلاني. لازم تديله الصلاحيات دي. صح. وتسيبه فترة يشتيل. الناس محتاجة تقتنع ان منتخب مصر الموجود دلوقتي. عنده محمد صلاة واحد من احسن لعبت العالم. ما فيش اختلاف على كده. عنده مجموعة من المحترفين. عنده مجموعة من اللعيبة البروميسنج. مجموعة من رجوي 2018. اللي كان اول يوم العيد. حد افريقيا. اللاعب قدام تونس. فتصفات افريقيا مرتين. ولاعب قدام ناجيريا منتشودي. وباقي المنتخبات اللي احنا لعبناها متوسطة. عشان تضاف على الاحتكاك المتوسط لعبت الانبية. فبقى هو ده الليفل اللي لعبتنا فيه. طيب. انت تدي له فرصة اطول. انا فضيلي دقتين. فاخد منك دقيقة ودقيقة. المدرب المصر شايف اسماء متاحة ممكن تبقى موجودة في الفترة حاليا منتخب مصر. انا اميل للمدرب الاجنبي. مع كامل احترام المدربية المصريين. لكن انا وجهة نظر احنا عايزين مدرب اجنبي. الحالان اللي قادر ياخد منتخب مصري يوديه ان شاء الله واحدة واحدة كده في حتة احسن. هو مدرب اجنبي. مش مدرب مصر. ولو مدرب مصر الاسماء المطروحة اعتقد هيبه كابتن ايهاب جلال في المقدمة كابتن حسام حسن. يعني ممكن تكون كابتن حسام حسن انت مش شايف النهاردة السنة دي ممكن ميكونش موفق شوية مع الاتعاد لكن هو عنده تاريخ كبير في الاخر والناس كلها بتشوف ان المدرب الوطني. وحماس المدرب الوطني. وقدرته على استثارة مشاعر اللاعبين دي جزء مهم. طبعا ده جزء مهم جدا. ولكن انا اولا واخيرا مع المدرب الاجنبي. مدرب الاجنبي مليون في المدرب المصري زي ما اسلام بيقول اه هيحمس اللعيبة يلا عشان نلعب. ولكن لفترة انا مش عايزة بقى فترة. وبعد كالفترة اللي تنتهي. فيمشي المدرب. وابدى اداره على فترة غيره. انا عايزة يبقى فيه شكل واضح لمنتخب مصر. وده في رأيه مش هيجي من اي مدرب مصري. مدرب. عايزة مدرب. تعايز تبني على اللي انت اوصلت له. اخر سلي ما وصل لها كارلوس كروش ومشي تاخدها من هنا وتبني عليها. على اللي هو اوصل له. في التصنيف زيت مركزين. نهائي كاس الهم الافريقية. خسرت كاس العالم بضربات الجزاء كنت هتوصل. تاخد من هنا وتبني لقدام. صح. ما تهدش اللي فات وتبدأ تبني من جديد زي كل مرة. يا رب يا رب. اسلام انا بشكرك شكرا جزيلا. دي ما اشرف منه. وانا خليك. 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 شكرا جدي. دي كان نهاية حلقتنا. النهاردة كل التوفيق لاتحاد الكرة المصر ان شاء الله يختاروا مدير فني قادر بإذن الله انه يطور منتخابنا الوطني ويوصل بيه. لكل الحاجات اللي احنا عايزينا كل تموحاتنا ان شاء الله سواء كاس الوامل افريقيا او كاس العالم. اشوفكم يا رب. على الافتر.